تنقل الشراعين الدم من القلب إلى الرئتين والأعضاء وتعيده الأوردة إلى القلب عندما تلتصق خلايا الدم بجدار الأوعية الدموية وتشكل الجلطة ويطلق الأطباء عليها مصطلح ترومبوس ويمكن أن تحدث مشاكل خطيرة بناء على مكان الجلطة المصطلح ترومبوسيس يطلق على عملية تجلط الدم على جدار الأوعية الدموية حيث تتجمع كتلة من كريات الدم مما يؤدي إلى انسداده بشكل جزئي أو كلي ويمنع وصول الدم للعضو الذي يغذي هذا الشريان بالأكسجين والعناصر الغذائية ويتراكم فيه مخلفات الأيد وتتلف نتيجة لذلك الأنسجة الحية وإذا انفصلت كتلة من الجلطة وانتقلت عبر مجرى الدم تسمى عندها إمبولس وهو أخطر سيناريو يمكن حصوله فقط تسد أحد الشعيرات الشريانية المهمة وهذا الانسداد يقطع أو يقلل من الدم المتدفق مما يؤدي في النهاية إلى تلف جزئي أو كلي من هذا العضو وإذا كان هذا العضو من الأعضاء المهمة والحساسة فإن هذا التلف قد يؤدي لإعاقة دائمة أو لوفاة المصاب مثل الجلطة التي تحصل في القلب أو الدماغ أو الرأتين أو العين من هم الأشخاص المعرضون للإصابة في الجلطة وما هي طريقة تطورها؟ تابع معي عزيزي لمشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات الصحية والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat وخلينا نبدأ بصل بالموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب الدم مجهز بشكل طبيعي بآليات تجلط تمنعه من النزيف تسمى وأهمها هي الصفائح الدموية بليتلتس الأنزيم بروثرومباين والبروتين السكري فيبرونوجين إذا أنت واحد من هؤلاء الأشخاص الأربعة فلديك عوامل تعرضك لخطر الإصابة بجلطة دموية واحد كبار السن حددت أبحاث في عام 2002 العوامل التي تزيد احتمال خطر تكون الجلطات فبعد عمره 60 سنة تحصل زيادات في البروتينات السكرية فيبرونوجين وبروتينات التخثر الأخرى دون زيادة متناسبة في العوامل المضادة للتخثر ويحصل انخفاض في مثبت تراكم الصفائح الدموية اثنين الشخص الغير رياضي الراحل لفترات طويلة والعمل المكتبي أو المنزلي والقيادة أو الطيران أو أثناء الإقامة في المستشفى أو في حالة الشلل أو أي فترة تظل فيها الساقين ثابتة لفترة طويلة لا تنقبل العضلات تنشيط الدورة الدموية الشخص الثالث الحامل لأن الحمل يزيد ضغط الأوردة في الجزء السفلي من الجسم النساء الحوامل أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بتجلط الأوردة العميقة من النساء غير الحوامل وهي جلطة دموية تتطور في الأرجل مثل الفخد أو الحوض والولادة تزيد من خطر تمزق الأوعية الدموية المتمددة وخطر الإصابة بجلطة يستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع بعد الإنجاب أربعة الشخص المنفعل والمتوتر لأن الضغوط والتوترات النفسية والقلق يرفع الكورتيزول وضغط الدم ويزيد من الضغط على جدران الأوعية الدموية مما يجعلها أكثر صلابة ويقلل من كمية الدم التي تتضفق عبر الجسم عزيز المشاهد لا تقلق فهذه فقط عوامل قد ترفع خطر تكون الجلطات ولكن ما هو سبب تخثر الدم في المقام الأول؟ طريقة تشكل الخطرة هي اجتماع العوامل مع الأسباب العوامل المفردها لا تسبب جلطات دموية لما لم تقترن بسبب خطر واحدة وأكثر اختصرت الأسباب في ثلاثة أبواب وهي واحد فرط تخثر الدم هايبر كواغيلابيلتي هناك نوعين من حالات فرط التخثر الأول الترابات البراثية حيث يرث بعض الناس بترابا يجعل تجلط الدم لديهم أسهل مثل التفارات في الكوريات الدموية كارتفاع عدد الصفايحات أو الأنزيم بروثرومباين والاترابات الثانوية مثل ثلاث الأنسجة وإصابات العروق من الجراحة والكسور والحروق أو موت الخلايا والسرطان ومرض السكري وارتفاع الاستروجين اثنين إصابة البطانية الداخلية للأوعية من الداخل تكشف أو تعرض الكولاجين تحت البطانة للصفايح الدموية وتفعل خواصها الكيميائية لالتصاق الخلايا العوامل التي تساهم في إصابة بطانة الأوعية مثل ارتفاع ضغط الدم التهاب الأوعية الدموية فاسكولايتس أو الصمامات القلبية فالفيولايتس تصلب الشرايين بسبب تراكم الدهون في جدرانها الداخلية أمراض التهاب الأمعاء اي بي اس أو التهاب القولون التقرحي ألسوريتف كولايتس والسموم البكتيرية والمواد الكيميائية من دخان السقائر والسبب الثالث الركود في تدفق الدم الطبيعي الكالثة الكبرى في علم ديناميكا الدم هي ركود الدم بلود ستاكنيشن أو بلود ستيسز والذي يمكن أن يسبب إصابة البطانة للأوعية ويخلق تجمع دموي وأزدحام أو بيئة تتقارب فيها كريات الدم مع نفايات الجسم الأيضية فتتفعل آليات تجلط الدم مواقع ركود الدم في الجسم التي قد تثير تطور الجلطة مثل توسع الشرايين مثل توسع الأبهر أنيوريزم توسع الأوردة أو الدوالي قصور عضلة القلب وتوسع أدينين القلب مع وجود الرجفان الأديني فقر الدم أنيميا والموقع الأكثر شيوعا هو الفخذ أو الساق عند الراحة لفترات طويلة بسبب القمول وقلة النشاط وزيادة الوزن أو السمنة لأن الوزن الزايد يضغط على الأوردة في الحوض والساقين الآن السؤال هو كيف نتجنب خطر الجلطة الجواب باختصار عزيز المشاهد هو التمارين الرياضية ففي أحدث دراسة عام 2003 أثبتت أنه بمجرد القيام بنشاط كالهرؤلة لمدة 45 دقيقة في اليوم خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر يحصل إفراز أعلى بنسبة 50% من محلل جلطات الدم المسمى بلازمينوجين اكتيفيتر أو تي بي اي هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب اكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وتشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوم الصحة والعافية اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب